نغورنو كارباخ ثلاث حلبة صراع يلتقي فيها الطرفين الروسية والتركية على أرض الميدان بعد سوريا وليبيا مواجهات دامية تصل الليلة بالنهار أوقعت 23 قتيلا بين الجانب الأذري والأرمينية وجرح المئات في تصعيد عسكري قد ينذر بعواقب وخيمة تصعيد قبله الاتحاد الأوروبية وأمريكا بدعوات التهدئة مكتفين فقط بالتنديد بوقف إطلاق النار الخلاف الأذري الأرميني ليس وليد اليوم بل يعود جذوره إلى سنة 1921 عندما ألحقت السلطات السوفيتية هذا الإقليم بأيدربيجان لكن في عام 1991 أعلن الاستقلال من جانب واحد بدعم أرمينيا وهو ما تسبب حينها بحرب راح ضحيتها 30 ألف قتيل وتوقفت بعد وقف إطلاق النار في عام 1994 في عام 2016 كادت اشتباكات دامية في ناغورنو كارباخ راح ضحيتها 100 شخص من كلا الجانبين لتعود هذه المنطقة إلى وجهة المشهد الدولية بنكهة المصالح الإقليمية تحركها كل من تركيا الدعمة لأيدربيجان الغنية بموارد الطاقة والمطالبة باستقلال الأراضي المسلمة من الهيمنة الأرمينية لاسترجاع أمن والسلام وهو ما أكده اليوم الرئيس التركي طيب راجب أردوغان دعم يراه محللون تريد من خلاله أنقر الحصول على موطئ قدم في أراضي القوقاز تحاول من خلاله لا يدراع روسيا والحصول على تنازل من موسكو في الملف السوري وخاصة للليبي روسيا التي تهمها إبقاء المنطقة الأذرية تحت السيطرة الأرمينية وهي التي تدعم الطرفين بالسلاح ناهيك عن قاعدتها العسكرية فدعم أنقرة لاستقلال المنطقة أمر مرفوض تماما للكريملين